وتبنت الوزارة سياسات تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر حماية اجتماعية للفقراء، تمكين اقتصادي للقادرين على العمل، دعم للجمعيات الأهلية ومشاركتها كفالة حقوق الأشخاص دوي الإعاقة، تعزيز كرامة المسنين والأيتام والنشأ، تكريم وحماية المرأة المصرية إيجاد مأوى للأطفال والكبار بلا مأوى، تعزيز الوعي المجتمعي والسلوكيات الإجابية وبصفة خاصة في مجال تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية واستقرار الأسرة المصرية ومودتها نضع بناء الإنسان على أول اهتمامتنا، سياسات تحاكي أقوى سياسات الحماية الاجتماعية في العالم تقوم بالأساس على إشباع احتياجات الإنسان الأساسية والحفاظ على كرامته ولكنها تحتوي أيضاً على تمكينه وتأهيله لسوق العمل وتحسين وعيه والمشاركة في العمل العام والتنمية لتخليصه من مرض الفقر المزمن وتنقله إلى واقع اقتماعي واقتصادي وثقافي أفضل من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد فالفقر ليس فقط مادي أو نقدي، الفقر أيضاً يشمل نقص التعليم، نقص الصحة، نقص السكن الكريم وهذا ما تم اعتباره في البرنامج الرئاسي حياة كريمة الذي يشتمل على كل هذه العوامل فنقابل الفقر متعدد الأبعاد بالتنمية متعددة التدخلات والأبعاد أيضاً لقد عكفت وزارة التضامن الاجتماعي وتعد باستمرارها في بذل أقصى الجهود لتحقيق الإهداف الاستراتيجية لرؤية خطة التنمية المستدامة 2030 وتبنت الوزارة استراتيجية جديدة في التعامل مع قضاياها لتصبح شريكاً أساسياً في بناء الإنسان المصري وليست كوزارة معنية فقط برعاية الفقراء ولكن كوزارة بمثابة سنة حقيقي للمواطن ترجمة نانسي قنقر